السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم اليوم سنقدم لكم واحد الوصفة مغربية مئة في المئة اللحم والبرقوق معروف عدنا في المغرب رقم واحد في العراسة في هذه الوصفة البنات سنحتاج المقادير التالية سنحتاج قزبور و ميدنوس ثومة مهمة ندر تربعة سلينة ديال التومة بصلة ونص مشلدة بصلة كبيرة ونص مشلدة العطرية سنحتاج سكنجبير القرفة القركم اللي هو الخرقم البلدي والبزار ونحتاج الزيت البلدية او الزيت الرومية اللي كان كاستعلمة بالنسبة للزينا سنحتاج البرقوق المشماش واللوز ونستعملوا بيد السمان او البيض ديال الجيج داك الشي اللي متوفر عندنا في الدار أول حاجة غادي نبدأ نصاوب الدغميرة غادي ندير كاستعلمة نصاوب الدغميرة باش نرقد فيها اللحم المهم أنا غادي نكتر العطرية لحقاش ما عنديش المروزية ديال اللحم ما بشي تشهد العمل المغرب ما يلقى كبيرة ديال سكنجبير حيث عندي الكمية ديال اللحم كتيرة داك الشي لش هنكتر العطرية معلقة كبيرة ديال الكوركم منسبة الحم تلاتة كيلونس لدرك لي هاد المقادير منسبة القرفة على رص ديال المعلقة المهمة البنت أنا كنوريكم الطريقة ديالي وتبارك الله العيلات كاملين عارفيني طيبوا المهم نشاركوا مع بعضياتنا وغادي نضيف نص معلقة ديال البزار غادي نضيف التومة كما سبق ليا وبيلت لكم أربعة ديال السنينة تحتى الخمسة ديال التومة من بعد غادي نضيف القزب ورموة النوس نضيف القزب ورموة النوس في بعض الأحيان ما كيكونش كل شي يعني في الدار كيكونوا الضيفة غادي جيوك مثلا على غفلة تقضي بذك الشي اللي عندك في الدار سافي أنا كنخلط دابدك العطرية والماء لحقا الزيت ما كتخليش اللحم يشرب ديال العطرية بشي يجي بنين حيث الزيت كتغلف اللحم ما تتخليش يشرب العطرية ونضيف الزيت نضيف الزيت نشرب اللحم واخرقها بالنسبة للصوار يعني ما يعني ما مرتاحة شكا في الوضعية المهم أنا كنحاول أن ننن نشربه مزيان وبالنسبة لي أنا البناط نجعله تجو سوايع يشرب حتى لثلاثة سوايع تقدر تخليه نصنهار تقدر تخليه مثلا توجده الصباح مغطيبه يحتل الليل وإذا كنت تضيف الزيت وإذا كنت تضيف الزيت تقدر تشرب لي هكا وتمتم تشعلي هكا أنا شحال المرة درت له هكا تيجي بنين غيوة زيدي بنين تحضريه قبل كما تشوفها لبنات أنا كنحاول أن اللبس لهم زيان ديك العطرية وراني نسيت غير ملحام غادي نضيفها من بعد رد بتشوفوا في الفيديو غادي نزيدها من بعد دا بغادي نحبس الكاميرا وغادي نخدم يعني لخاطري المهم كما كتشوفوا أنا شرملتو زيان وغادي نخليه يرتاح يعني شرب لذيك الضغميرة وبالنسبة للزيت من بعد وغادي نضيفها لا تنسوش ديرو جيم الفيديو وبارتاجيوه مع الأصدقاء ديالكم صافي دابا جيت باش نشعل البوطة حيث دازدك الوقت تقريبا خليتو ثلاثة تسويع كما سبق لي وقلت ليكم في الأول غدي نجهد شوية البوطة باش تسخن لي الكوكوت ومن بعد غدي ننقص باش ما يتحرقش لي صافي دابا غادي نزيد الزيت تقريبا نص كاس ديال الزيت البلدية او الارومية اللي متواجد عندكم وغادي نزيد البصلة البصلة ونصف مشلدين وفي هذه الأثناء اللي توجد تحت الكاسرونات بش نتنعسل المشماش والبرقوق ما حدي وقفة وقفة نا دير كل شي في نفس الوقت وحتى اللوز غادي نسخلي الماء باش نفزقو باش يرطا بليه باش نقشرون ان شاء الله صافي غادي ندير دابا المشماش في الكاسرونا هذا النوع ديال المشماش للبنات ما كيحتاش انه يطيب بزاف غي واحد شوية لأول البرقوق يعني غي واحد خمسة دقائق يتعسل وصافي ناخد واحد النوعية جيدة بحلقة فش كيكون فيه التخفض يعني البخوموسيون كناخد ثلاثة الباكيات والاربعة وكنخليه مقتمحة جيدة وكيكون عندي في الدار وفي نفس الوقت كناخدوه بالثمن اقل وكناخد الكاليتيم زيانة كناخدوه من انتر مارشي فش كيكون بخوموسيون صافي انا كنحررك الحيمات بدك يتشحر ليه من التحت صافي جبت دابا الماء سخنتو عندي رغي شوية ديال الماء كي اللي كي يطيبو بالمرقة ديال اللحم ولكن مكيبقى شبان داك البرقق كي الماء وداك المشمش كي الماء كيكون فيه داك شوية العطرية من الفوق وداك شي كي كنفضل انني نديرو بغير بالماء وشوية ديال المزهار والقرفة والسكر صافي كي ما كتشوفوا انا ضفت الراس ديال اللمعي لقا ديال القرفة وغم من بعد غادي نضيف السكر الساني دا بليو السكر حبي باته نضير 3 ديال الماء يلقات صغار وطبعا السكر على حسب الضوغ جيد كلة واحد غادي هم هاد المؤسلات يعني لما رضيتش معهم البال غاية كيتحرقوا السكر غايا كي ولي كاقاميل نقص حتى البرما بشحر اللحم غير بشوية بالنسبة للمزهر نزيد حتى الاخير في البرقق و المشماش يعني غير غادي نسم به اللي كيعجبوه مزهر لي ما كيعجبوش ما يديروش بالنسبة للحم البنات اللي عندها المرزية نديرها اللي عندها الزعفة نشعرها حتى هو تديرو أنا ما نديش ما درتهمش سخنت الماء مزيان ونزيد على اللوز باشي يرطب لي كما قلت لكم وقفة وقفة عن وجود كل شيء في مرة واحدة كما تشوفوا البنات لبعدين نضيف واحد المائلقة صغيرة ديال مزهر كنكو بغاب شوية في تخوالي القراءة تماما بنات البرقوق وبدأ بنات البرقوق اللي بغات من قدري انك تتفنديه في الجنجلين نزوقي به الطبصل كيمدرك له آنايا شدي شوية ديال الجنجلان ودري في الفراني تتحمر شوي او اللهي في مقيلة وتخليها إلى جنب مني تبدي تحطي تبصيل ديالك تزوقيه كما ترى النباع في الجنجلة أضع الاناناس يجب ان تزوغ بالقراء يمكن ان تزوغ بها و تنظر بشكل مقيلة تنظر بشكل ملعب يجب ان تضيف الأناناس يجب ان تضيف الأناناس يجب ان تضيف الأناناس نضيف الأنين نضيف الأنين البناتي يجب ان تضيف الأنين السعر يجب ان تضيف الأنين نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نرجع غير مいます تنقل مثلا لماء السفارة تحلط الصفارة ثلاثة الأرقام رقم 1 رقم 3 رقم 1 ساعة رقم 20 دقيقة رقم 20 دقيقة رقم 20 دقيقة رقم 20 دقيقة رقم 30 دقيقة رقم 20 دقيقة نقص المغط يجب عليها 30 دقيقة من الساعة نقصغي قليلا يجب علينا مزاعا نحن وهنا مزاعر طيب تلاشا فطار ومشيت عندها صلينا صلة الراحي ومشفنا الاهل والاحباب وانتوما البناتك تشوفوا النتيجة كيفاش دايرة هنا البيضرة مادرتوش كامل لمو يندر تغي هادو هاوما وكيجيزوين بالبيض ديال السمان انا ما كانش عندي وقضيت الغارض بهذا موهما البنات هلا ولي فرسكم والله يحفظكم وشكرا لكم بزاف على المشاهدة والدعم ديالكم الى فيديو قادم